موسيقى طيب الله وقاتكم وحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان نحييكم أحلى تحية ناخذكم إلى جولة الرياضية نجوب فيها ملاعبنا لنتعرف على أهم المتابعات والتقارير الرياضية في جولة لبرنامج الشوط الثالث عبر الشرقية والشرقية نيوز وعلى الهواء مباشرة نبدأ جولتنا سادة الأكارم من قرار خلية الأزمة الذي تفاجأت به إدارات الأندية الرياضية التي تستعد للبدء في التدريبات استعدادا لانطلاق منافسة دوري الكرة الممتاز إذ رفضت خلية الأزمة هذا اليوم طلب الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي السماح لأندية الدرجة الممتازة بالعودة إلى التدريبات الجماعية مصدر أكد للشوط الثالث أن خلية الأزمة رفضت الطلب الذي تقدمت به الهيئة التطبيعية بعودة التدريبات الجماعية وأضاف أصرت الخلية على الالتزام بالإغلاق ومنع التجمعات وتابع أن خلية الأزمة شددت على الإغلاق نتيجة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا وأعربت الجهات الصحية عن قلقها من عودة التدريبات يشار إلى أن الاندية طالبت التطبيعية بمخاطبة الجهات المسؤولة للحصول على الموافقة الرسمية بعودة التدريبات ومن المقرر انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد في تشرين الأول المقبل طبعا يوسفنا قرار خلية الأزمة أكيد هم أدرى بالقرارات اللي يتخذوها لأن هم يفكرون بالمصلحة العامة لكن ننظر إلى دول الجوار وننظر إلى دول الخليج العربي اللي كانت عدد إصاباتهم تفوق عدد إصابات بلدنا وبالتالي عادة الروح وعادة التدريبات في المملكة العربية السعودية عادة دوري في الإمارات عادة دوري في قطر في دول كثيرة عادة الحياة الرياضية والكل لازم يستعد لمنافسات كأس العالم لأن التأجيل أعتقد فترة قليلة جدا يعني إذا الله خلانا طيبين إن شاء الله بداية العام المقبل رح تبدي تصفيات المونديال وكيس الأمم الآسية وبالتالي يجب أن يكون هناك تفكير بموضوع تطبيق شروط الأمن والأمان والسلامة والوقاية إلى الأندية إذا ما أرادت البدء بالتدريبات والأمر متروك إلى خلية الأزمة سادتي الأحبة منذ أن تعرض الكابتن القدير ناظم شاكر للإصابة بفيروس كورونا وبرنامج الشروط الثالث عبر الشرقية متواصل أولا بأول بالإطلاع على حالته الصحية الكابتن ولله الحمد تخطى إصابته بالفيروس وفحوصات الأخيرة ثبتت إنه تخطى الإصابة لكن وبكل أسف تعرض الكابتن ناظم شاكر لانتكاسة الصحية جديدة يوم أمس إثر تدهور حالته من جديد لا سيما بعد شفائه من فيروس كورونا شاكر الذي سبقه أن تماثل للشفاء بعد دخوله إلى إحدى مستشفيات أربيل وعلى نفقة حكومة الإقليم تعرض ليلة أمس إلى جلطة قلبية توجب عليه إجراء عملية جراحية بالسرعة الممكنة قد تعطل إجراءها حالة الصحية المتدهورة اللي لم تتماثل لشفاء التام واللي من خلاله يتأهل أن يجري العملية الجراحية ناظم شاكر سبق وأن أصيب بفاروس كورونا في أربيل ودخيل على إثرها الحجر الصحي مما أدى إلى تلف في رئته وذبحة صدرية وآخرها الجلطة ندعو الباري عز وجل أن يمنى عليه بالشفاء وأن يعود لأهله وهم يحبي بأسرع وقت دعواتنا القلبية للكابتن القدير ناظم شاكر أن يعود إلينا سالماً مشافاً بإذن الله تعالى متابعين حالة الصحية الحقيقة إحنا فريق عمل الشوط الثالث واتصالاتنا مستمرة مع آلته لطباء المشرفين على حالته الآن ما يقدرون يجروا له أي عملية جراحية لأنه عانى من ذبحة صدرية ويوم أمس عانى من جلطة فالآن وضع الصحي غير مؤهل لإجراء أي عملية في الوقت اللي أيضاً نشكر حكومة إقليم كردستان على تواصلها ودعمها واللي متمثلة طبعاً بجهود الدكتور شاكر أحمد مدير عام رياضة وشباب الإقليم اللي ما تدخر أي جهد في متابعته ونقله من مستشفى الحجر الصحي إلى مستشفى أخرى تعنى بالعلاجات الأخرى الآن الكابت الناظم خارج مستشفى الحجر الصحي لأنه تماثل إلى الشفاء من فيروس كورونا المستجد لكن هو الآن يعاني من أمراض أخرى وللأسف الكابت الناظم إلى الآن هو عايش على الماسك الخاص بالأكسجين ما يقدر يتنفس صار عنده مشكلة بالرئة وبالتالي تراكمت علي هذه الأمراض اللي ندعو الباري سبحانه وتعالى أن يعدي هذه الأزمة ويعودن بإذن الله تعالى سالما مشافى معافى إنه سميع مجيب أيضا سادتي الأحبة يوم أمس يعني علمنا أن الكابتن ثائر أحمد المدرب الكروي المعروف تعرض لإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد إذ أصيب المدرب ثائر أحمد بفيروس كورونا وذكر مراسلنا في بغداد أن الكابتن ثائر أحمد أصيب بالفيروس منذ يومين بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي بيّنت إصابته مبينا بأنه يخضع الآن للحجر المنزلي ويتلقى العلاج اللازم لمواجهة الفيروس وأتمنى الشارع رياضي للكابتن ثائر أحمد الشفاء والانتصار على هذا الفيروس والعودة السريعة لمحبي وعالم الساحرة المستديرة أيضا الصحة والسلامة للكابتن القدير ثائر أحمد وإلى كل أهننا وإلى كل ناسنا ويا رب يمنع علي بالصحة والسلامة ثائر أحمد من الشخصيات الرائعة الشخصيات الكروية التدريبية إن شاء الله قدهة ويعبر هذا الفيروس بإذن الله تعالى ويعود أنه إن شاء الله بالقريب العاجل سادة الأحبة نبقى في متابعاتنا الخاصة بحلقة هذا اليوم ومنها طبعا نحن تناولنا موضوع عدم تطبيق بنود قانون منح الرواد الرياضيين الأبطال اللي ينص هذا القانون واللي أقره مجلس النواب العراقي باستلام مبلغ شهري وقدرة خمسمائة ألف دينار وإلى أصحاب الإنجاز ستمائة ألف دينار طبعا هذا الموضوع نجزنا من عنده لأنه شهر أكو ستة شهر ماكو القانون ينص على أنه يمنح الرياضي الرائد البطل قطعة أرض السكنية حسب مسقط رأسه ويؤمن صحيا وتكون هناك تخفيضات تذاكر سفر إلى والعائلته لكن هذا الموضوع ما تطبق نهائيا عندنا عدد من الرواد الأبطال شكوا إلى الشوط الثالث يعني عدم تطبيق موضوع استلام قطعة الأرض السكنية اللي من خلالها ممكن يعني يؤمنون مستقبلهم ومستقبل عوائلهم رغم أنهم من زكنة بغداد لكن مسقط رئيسهم المحافظات وبالتالي ارتضوا لكن إلى الآن لا أبو علي ولا مسحات على قولة أهن طبعا عن هذا الموضوع راح نتحدث عنه وتنظم إلينا لاعبة منتخبنا الوطني السابق هيفاء جابر للحديث عن هذا الموضوع وهي طبعا أحد الرواد الأبطال نجمة منتخبنا السابق بكرة السلة تنظم إلي في هذا الاتصال الهاتفي من بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة كابتن هيفاء مرحبا بحضرتك ضيفة كريمة في هذا الاتصال ست هيفاء تسمعيني نعم راح نعاود الاتصال مع الكابتن هيفاء للحديث عن هذا الموضوع الحقيقة يعني احنا أمنيتنا أن تطبق المعايير الخاصة بهذا القانون يعني قانون منح الرواد يجب أن يطبق لأنه مجلس النواب هو من أقره فموضوع المماطلة وعدم تسليم قطع الأراضي الأمر المتروك خاصة عند المحافظين يعني المحافظ عنده صلاحية ما طول أكو موافقة من الحكومة بمنح الأرض إلى هذا الرائد نشاهد المحافظين الله يطيهم الصحة والعافية ما يطبقون هذا القرار وبالتالي الأخوة هيفاء اللي أتمنى أن تنضم معانا حتى نتحدث عانت ما عانتها من محافظة القادسية ديوانية وأيضا عدم تطبيقه لهذا القانون ومراجعاته ما بين الوزارة وبالتالي إحنا يجب أن نحترم الرائد تنضم مرة أخرى معانا الكابتن هيفاء مرحبا بك مرة أخرى كابتن أهلا بكم الكابتن كابتن هيفاء حدثينا عن هذه المعاناة يعني موضوع يعني ما عرف يبدو أنه أكو مشكلة بالاتصال خلص شباب يعني إذا قدرنا نأمن الاتصال نأمنه إحنا بانتظار انضمام الست هيفاء للحديث عن هذا الموضوع وإنه رجع لكن أذهب الآن إلى القضية الأخرى وإلى فريق نادي الشرطة اللي توج يوم أمس بطلا لمنافسات دوري الكرة اليد الممتاز لهذا الموسم اتقرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد تتويج فريق الشرطة بلقب الدوري للموسم 2019-2020 وانتهائه على الشكل الذي توقف عليه رئيس اتحاد اللعبة سلام عواد أكد في تصريح للشوط الثالث أنه وبعد التداول مع عضاء الاتحاد تقرر إنهاء دوري كرة اليد الموسم الحالي بانتهاء تجمعي في السليمانية والبصرة وأوضح أن الاتحاد قرر تتويج فريق الشرطة بطلا للدوري ويوعد هذا اللقب هو الخامس على التوالي للقيثار الخضراء تحت قيادة المدرب ظافر عبدالصاحب يشار إلى أن اتحاد اللعبة كان قد أقامت دوري مصيغة التجمعين الأول في إقليم في محافظة السليمانية والثاني في محافظة البصرة خاضت خلال الفرق خمس مباريات في كل تجمع وفي سياق المتصل قرر اتحاد اللعبة انطلاق منافسات دوري الموسم الجديد في الأول من تشرين المقبل مبروك لفريق الشرطة مبروك لإدارته مبروك لمدير الفريق الكابتن محمد جواد وإلى المدرب القدير ظافر عبدالصاحب وإلى كل اللاعبين أعود مرة أخرى إلى كابتن هيفاء اللي انضمت معي وإن شاء الله هالمرة نعمل الاتصال كابتن تسمعيني مرحبا بكي أهلا كابتن بي أسمعك الحمد لله يعني تتحدثين أو السادة المشاهدين شنو المعاناة هذه وليش ما يتم منحك قطعة الأرض السكنية اللي هي مقرة أساسا بقانونكم من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب شنو اللي صاروا يا تش أولا بسم الله الرحمن الرحيم ها تمام تمام يعني نأسف أكو مشكلة ويبدو يعني كابتن هيفاء يعني المشكلة من عندك للأسف الشديد إحنا إن شاء الله رح نحاول جهد الإمكان أنه تتفضلين ضيفة كريمة في ستوديوهاتنا وبالتالي هذا الموضوع اللي إحنا متضامنين مع حضرتك لأنه الكابتن هيفاء تصلت وتحدثتنا عن المعانات يعني هي محتاجة قطعة أرض سكنية وهذه قطعة الأرض السكنية هي من حقها اللي كفلتها الدولة إلها وإلى الرياضيين لكن موضوع المماطلة والروحة والجاية يعني ما أعتقد ما أعرف يعني إلى متى سيتم المشكلة أنه السيد محافظة ديوانية يقولها أنا أقدر أنطيج قاع بس أنطيجها بالأطراف وما تجيب ليش مليونين دينار يا سيادة المحافظ مثل ما تطل بعض الناس أنطيج هذه البطلة الرياضية اللي قدمت يعني عشر ما قدمتها حضرتك لأن الرياضي أكيد تقدم الكثير للوطن والسياسة يش قدم منه أسنا مريد نحكي بالمقارنة لكن الرائد الرياضي يستاهل مويل عين الرائد الرياضي عزف له السلام الوطني الرائد الرياضي جعل راية بلده ترفرف في المحافلة الدولية الرائد الرياضي أفنى سنوات عمره وشبابه في خدمة بلده وبالتالي يستحق يستحق أن نكرمه يستحق أن نشيل شياباته يعني الخاطر تاريخه مو إحنا نتعامل وياب هذه الطريقة فهذا الموضوع اللي رح نتناول إن شاء الله قريبا نذهب سادتي الأحبة إلى محافظة نينو وبالتحديد إلى مدينة الموصل وزمينة محمود لسليفاني اللي كان حاضر في الأجواء الديمقراطية والشفافة اللي شهدته انتخابات الهيئة الإدارية لنادي جنوب الموصل الأجواء الديمقراطية على أثرها جرت صباح الأثنين وعلى قاعة مدير الشباب ورياضة نينوة انتخابات الهيئة الإدارية لنادي جنوب الموصل الرياضي بحضور عميسر ممثلية اللجنة الأولمبية في نينوة ومدير الشباب ورياضة بالمحافظة وتم قراءة التقريرين المالي والإداري ومن ثم إجراء عملية الانتخابات اللي أسفرت عن فوز عبود محمد حفش بمنصب الرئيس للهيئة الإدارية بينما فاز بمنصب نائب الرئيس علي ظاهر وتم فوز عيسى ذنون بمنصب أمانة ألسر وأسامة عبدالله الصالح أمين ماليا وحصل السادة موفق إبراهيم وصلاح النمير وحمز العزكر وعلي عبدالعزيز وسعيد حسين وحسين محمد هزة على عضوية الهيئة الإدارية هذه اللقطات لعملية الانتخابات اللي أجرتها الجمعية العمومية لإدارة نادي جنوب الموصل موفقية والنجاح للسادة اللي فازوا بالمنصب الإداري نذهب إلى هذه اللقاءات اللي أجراها زمين محمود لسليفاني موسيقى جرى الصباح هذا اليوم في موديشة ورياضة الانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لنادي جنوب الموصل ويعتبر النادي جنوب الموصل من عنده متميزة في فعالتين والساحة ميدان للفئات العمرية وكذلك الطائرة ولا ننسى الدور البطل الدولي السادة محمد المظليين لوائل في المحافظة لينوى وفي تدريب المظليين في المحافظة لينوى ونحن كأولنبية قدم الدعم الكامل لهذه الاندية الفتية وبصراحة نتمنى للهيئة الإدارية الجديدة الموافقية والنجاح الحمد لله كانت انتخابات بحرة جرت بصورة سلسة وشفافية كاملة كان هناك حضور متميز من قبل الرياضين في جنوب الموصل اليوم مديري شباب رياضة نينوى تفتح كافة أبوابها سواء في المراكز الشبابية أو المنتهة تابعة لها لتقديم أي خدمة لأي كافة أنديتنا والقطاعات الشبابية والرياضة كافة تمنياتنا للهيئة الإدارية جديدة المنتخبة من قبل الهيئة العامة بالتوفيق وتقديم ما هو ممكن لما يليق بسمعة جنوب الموصل الرياضي وأهله وناسه الرياضين في هذه المنطقة شكراً لمن صوتوا لنا وتمخذت الانتخابات عن فوز عشرة أعضاء هيئة إدارية يمثلون نادي جنوب الموصل الرياضي وإن شاء الله نستطيع من خلال مديرية الشباب الرياضة والأولمبية أن نشارك جميع الفرق الرياضية في جنوب الموصل في النشاطات التي استقام في بغداد وفي الموصل الحبيب إذن شكراً لزمينا محمود سليفاني كل الموفقية للإدارة الفائزة وإن شاء الله نادي جنوب الموصل انشاهد يحقق الإنجاز اللي تقدم الرياضة العراقية أخيراً سادتي الأحبة ندخل في أجواء نادي الطلبة الرياضي الذي يعاني الكثير الكثير قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراعي الرسمي لإدارة نادي الطلبة مناقشة الملفات العالقة بإدارة النادي والمشاكل المالية والشكاوة التي رفعت على إدارة النادي من قبل اللاعبين عند الاتحاد الأسيوي حيث قررت الوزارة تشكيل لجنة مشتركة لوضع ضوابط وشروط انتخابات النادي المقبلة مع تشكيل هيئة عامة يحق لها الدخول في الانتخابات الوزارة أكدت أن فريق العمل المشترك سيكون مكلفا بمتابعة الانتخابات بالتعاون مع إدارة النادي وأضافت أن أربعة أشخاص مرشحين من وزارة التعليم سيكونون متواجدين مع إدارة النادي وفق الالتزام الوظيفي وتم مناقشة ملف الألعاب الأخرى والسعي إلى إعادتها من جديد بعد الانتهاء من ملف مشاكل لاعب الكرة ومتعلقاتهم المالية موسيقى طبعا عن قرارات وزارة التعليم الجديدة الخاصة بمستقبل إدارة نادي الطلبة والمشاكل اللي واجهها مع أنه النادي يعاني الكثير الكثير إخفاقات في النتائج غياب الأموال مشاكل على الإدارة حل جميع الفرق إهمال لمرافق هذا النادي الكبير اللي يخرج أباطرة الرياضة العراقية كلها سنتحدث فيها مع ضيفي الكريم اللاعب السابق لنادي الطلبة ونجم منتخبنا الوطني السابق الكابتن سامر سعيد والمتواجد معنا من استوديوهاتنا في بغداد وأعلى الهواء مباشرة كابتن سامر مرحبا بك ضيفا كريما في برنامج الشبط الثالث عبر الشرقية مرحبا بك سيد محمد وفرصة سعيدة للتقي من جديد نحن شوية اليوم طولنا عليك بسبب بعض الأمور المهمة لكن الرياضيين حقهم علينا فأنا سعيد جدا بتواجد حضرتك معاني وأيضا للحديث عن هذا الموضوع المهم سالله يحفظك قبل أن أنتقل إليك سأذهب إلى هذا التقرير اللي عد زيد السراج وليتحدث عن واقع نادي الطلبة إلى زيد السراج لجنة مشتركة ما بين وزارة الشباب والتعليم العالي حول نادي الطلبة والذي مر بفترات عصيبة وكاد أن يهبط إلى دور المظالم وستضع ضوابط وشروط انتخابات نادي الطلبة مع تشكيل هيئة عامة حقيقية يحق لها الدخول إلى الانتخابات أن هناك فريق عمل مشترك ما بين الوزارتين سيكون مكلفا بحسم الانتخابات وبالتعاون مع إدارة النادي مع إضافة أربعة مرشحين من وزارة التعليم إلى إدارة النادي وفق الالتزام الوظيفي المعتمد وفيما يتعلق بفريق كرة القدم حصل الاتفاق على تشكيل لجنة سريعة لحل إشكالات اللاعبين المتعاقدين لتمثيل الفريق كما سيتم أحياء الألعاب الفردية والجماعية الأخرى بعد فترة ادثار طويلة واقتصار الأمر على فريق كرة القدم من بغداد للشوط الثالث زيد السراج شكرا زيد أعود إلى ضيفي الكريم النجم الدولي السابق الكابتن سامر سعيد كابتن سامر صحوة وزارة التعليم الأخيرة والقرارات التي اتحدثت عنها تعتقد أنها فعلا ستنهض بواقع الرياضة في هذا النادي اللي عانى الكثير الكثير أم لحضرتك وجهة نظر أخرى بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تحية خاصة لكل جماهيرنا الرياضية وبالأخص جمهور الطلبة العزيز طبعا هذه الصحوة وزارة التعليم لازم تكون قبل عدة سنوات لإنهاض نادة الطلبة من الأمور والظروف اللي يمر بها تعرف التفريق نادة الطلبة من الفرق الجماهيرية من الأسماء المعروفة بالجمهور العراقي فكنادي الطلبة لازم أن كل يساند لكل يقف مع هذا النادي وخاصة أولاد النادي اللي خرج نادة الطلبة أسماء كبيرة من أساطير كرة القدم العراقية فالصراحة وجهة نظري أنا كلاعب كنتم بنادة الطلبة ومرت به كإدارة أيضا نادة الطلبة يحتاج إلى شخصية حتى لو مرياضية المهم شخصية أو تاجر مثل ما يقول أو شخصية أو تاجر أو رجل أعمال ينهضب نادة الطلبة مو شرط أن أجيب أو رجل أعمال أو مو شرط أن أجيب لاعب أن يكون بالهيئة دارية أو يكون رئيس نادي لا أنا محتاج حاليا نفس ما يمر بنادي الديوانية يجي شخص تاجر بدأ يجيب لاعبين بدأ يطي رواتب والمتطلبات اللي موجودة للنادي رجع نادي الديوانية إلى الواجهة وبينما كان نادي الديوانية ما حد ما يفكر به وما حد ما يهتي هذا الرجل بدأ لا 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 هو أكيد رح يصروف هذا الشخص لأنه هو رح يريد مثل النجومية أو يريد الشهرة هذا من حق الشخص اللي رح يجي إلى النادي بكما يسوي حملة انتخابية أسأل بأي سياسي يخلي يجي النادي الطلبة أن يساعد هذا النادي ما عدي مشكلة شنو المشكلة إذا يجيني سياسي يريد مثل يبرز أو يريد يطلع الواجهة عن طريق نادي الطلبة بالعكس أنا رح يستفاد من عنده كنادي ورح اللاعبين رح يحل مشاكلهم كلهم ورح تتوفر هواي أمور ورح يستفاد هو أيضا من ناحية الإعلامية ما بيأشي سيد محمد أنا شوي أختلف في هذا الموضوع كابتن سامر يعني عذرا وأنا أحترم وجهة نظرك يعني السياسي عندما نفتح له البوابة الإعلانية الرياضية ترى بس يوصل إلى مبتغاء بعد ما يعرفك ولا إلى علاقة بي وأعتقد المجرب لا نفعل الاستثمار وفق القوانين والضوابط وبالتالي نفتح الأبواب على مصرعيها أمام رجال الأعمال تعالوا استثمروا فيدوا واستفيدوا حتى على الأقل نخرج من عباءة الدعم الحكومي فشنو رأيك كابتن السيد محمد هسي الوزارة رح تضطي هاي الفرصة أيضا ما الاستثمار لكن تحياتنا الكابتن على كابتن على كابتن بدش الفترة جاب عدة ناس استثمارين وناس تجار أيضا دعموا للنص أو تركوا تركوا الفريق وراحوا أنا أريد أجيب شخص معروف قاعد أقول لك كمسؤول لأنه هذا المسؤول باتر عقبان أنا تحاسب كنادي كجمهور إذا هو ما رح يسوي شي وما رح يعمل لهذا النادي باتر عقبان أقدر أحاسب لأنه هذا شخص معروف خاصة كمسؤول فتمن تيجي من أقول لك أجيب مسؤول لأنه المسؤول رح يكون عنده فرصة استثمار أيضا بالألاقات اللي يمتلكوها المسؤولين يقدر يجيب مستثمرين ويجيب داعمين للنادي ويجيب أيضا شركات دعم للنادي يعني أنت النادي مو بس تعيش على وزارة التعليم أو وزارة الشباب خلاص بعد هاي الأمور والمسألة هاي انتهت يعني أنا شوقت ما يجيني وزير رياضي لازم احنا نادي الطلبة يقدر يلعب أو يقدر يسترمون فلوس يعني هاي اللقطات إذا تشوف بالرياضة لازم نموت جوع كرياضين إذا تشوف هاي اللقطات الآن المؤلمة اللي يعرضها زميننا المخرج هذا حال نادي الطلبة في ظل الوضع الحالي كابتن سامر مع الأسف نعم ويترك الحديث لك أستاذ أستاذ محمد إحنا كابتن علا كاظم أيضا مشكور لأنه الفترة اللي استلم بيها رئاسة النادي تقريبا نيابة 2006 من 2006 قدر أن يحافظ نقول بشي بسيط على كيان النادي كاسم نادي الطلبة لكن هو أنا أكثر من مرة يعني قعدنا كابتن علا وقدرنا أن نصل للحل من كان يونس محمود أنه يستلم كرئيس نادي مقابل أنه مبلغ 500 مليون لكن الأموال اللي قاعد يستلمها على كاظم من نادي من الوزارة التعليم يادو قاعد تستد أنه من طلبات اللاعبين لفريق القدم فأنت من طيب من راح تسوي مسألة استثمار وراح يجي شخص داعم أو تاجر أو رجل أعمال قد أمكانية أن يصرف راح يصير هواي أمور تختلف بهذا النادي بالإضافة إلى مو إلا يطلع على كاظم أنا مو إلا أبعد على كاظم من رأس يعني من النادي الطلبة هذا الشخص تعال يا تاجر تعال استلم رأسة النادي ويصير وياه على كاظم راح يصير شنو راح يصير خليط بين التاجر وبين لاعب رئيس النادي السابق يعني راح يصير خبرة تجهز بها النادي نعم فما بيها مشكلة أنه أسمى مثل كابتن على كاظم إذا جاء بشخصية أو تاجر أو رجل أعمال يدعم النادي وهو أيضا يكون متواجد بالعكس هذا شيء يفيد النادي بس كابتن أنا أرجع وأقول لك كل الأندية أنا أتوقع راح تحدي نفس الحدو نفس الحدو لكابتن على كام أوكي أنا أرجع وياك بس الرجل الأعمال اللي حضرتك الآن الطالب أن يكون موجود ما هو أرجع وأقول لك هذا التاجر يقول لك أنا ما لا أجل في وسب الشارع أنا من أذب على نادي الطلبة فد نصف مليار أو مليار أو مليارين أنا لازم أستفاد فإحنا مع تفعيل الاستثمار يعني هذا النادي يتم استثماره للاستثمار يعني أنا متضامن معاك لكن آني أرجع وأقول أنه إحنا لازم ننطي فسحة ونخلي هذا القانون ونقره حتى يعني تتفعل الأندية لكن الآن أرجع إلى نادي الطلبة كابتن إحنا الآن متفقيناني يجي رجل الأعمال حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه ويفعل عملية الاستثمار لكن الآن منا لما يتفعل هذا القانون الشور راح نتصرف الآن وزارة التعليم قررت أن تتفحص أعضاء الهيئة العامة وطالبت باجتماع الأمس أنه يجب أن يكون عضو الهيئة العامة فاعل وحقيقي ومن حقه يرشح يعني معناتها الآن أكو متغيرات كثيرة وفرضت أربعة من وزارة التعليم كونها الراعي الرسمي لنادي الطلبة أن يتغلغلوا في إدارة النادي من أجل التهية للانتخابات هذا الموضوع شون توصفه كابتن أستاذ محمد موضوع الاستثمار طبعا موضوع صعب لأنه أنا بزمن وزير التعليم عبد الرزاق العيسى كنت متواجد وطلعت على هواي أمور المخطط اللي ملعب الطلبة اللي هو كان طرحي للاستثمار 2 مليار بس المخطط اللي كلف الوزارة يعني هسا أي مستثمر يجي يستلم الاستثمار لازم يدفع 2 مليار لوزارة التعليم نعم أولا بعدها ما مستلم شي هاي سرقف لي بس أنا قاعد أقول لك هاي وزارة التعليم سوي لك مخطط للملعب وللنادي يعني البناء التحتية للنادي ب2 مليار أنا موجود يعني أنا ويونس ورزاق عبد الرزاق العيسى وزير التعليم اللي كان يعني هواية 2 مليار هواية هواية يعني هذا بعده مباني يعني بس تأخذ الأوراق المخطط 2 مليار تكلف طيب هسا جاوبني على قال المهندس اللي يمسوي المخطط كابتن زيان احنا عوف عوف هذا أنا عندي جاوبني الآن على المتغيرات الجديدة شخصيات نعم أنا عندي شخصيات أو عندي أسماء معروفة تجي تدعى بنادة طلبة ما تدور أي شي ما تدور أنه مقابل أو استثمار أو أشياء ثانية هما يستفادون منه هما حبهم حبهم بنادة طلبة أو حبهم باسم نادة طلبة هما قاعد يجب بس المشكلة هما ذا يجون شنو اللي يقمن أنه هما ذول راح يكونوا يعني مؤثرين بالهيئة الدارية يعني هو المحب لازم منصب يريد هو المحب مو حضرتك قلت ميردون كل شي ليش أطي منصب خلي يجي يدعم استاذ استاذ محمد أوكي يجي يدعم نعم يجي يدعم للغير هو يجوه دعمه جوه هو يسمعه دعمه للنادي وراحه يعني حضرتك ما بقوا شي سامر سامر خليني واضح يعني أنت تريد تتغير الإدارة ويجون ذول الناس يصرعدهم منصب بوزشن داخل الإدارة حتى يشتغلون للنادي ونفسهم انتهي شي قولي لكن في ظل هاي الإدارة الآن نبقلون يشتغلون نعم سامر محمد أي واحد يجيبه يسمع بهاي الإدارة الموجودة ما رح يشتغل ليش وانت تعرف كل الزين والجمهور الرياضة كله يعرف زين أنا مع احتراماتي على كاظم والأخ أبو سجاد من 2006 لي هس كم تاجر كم شخصية مرت عليهم شن اللي طوروا بالنادي نعم زين انت ليش ما أجيب شخص أنا أطي أطي مثل رئاسة النادي وأنا أشتغل وياه شن المشكلة إذا أنت محب للنادي زين الكابتن على كاظم أو أبو سجاد إذا أنت محبين للنادي وتريدون تنهضون بنادي الطلبة جيب شخصية معروفة أطي رئاسة النادي وأخليه هو يصرف وأنا أساعده بالأمور الثانية البقية طيب شن المشكلة ليش ما قبلوا المشكلة هس رح تختلف هواي أمور تحشيني بصراحة ليش ما قبلوا أي ليش ما قبلوا ما قبلوا والله ما أعرف يعني المشكلة أنه هو كابتن على الفترة الأخيرة كان يقول أنا أطلب خمسمائة ألف خمسمائة ألف دولار زين أطلب أطلب النادي يعطوني الخمسمائة أنا أطلع زين الفترة الأخيرة يعني هذا يعني هذا كابتن سامر مشكلة مو تطل خمسمائة وتطلع كابتن سامر أمر الله يرضى عليك أشو وزارة التعليم سيد مليارين وعلى أكاظه مليون دولار يعني هذا راح يجي ينهجم بيته يعني هذا نادي طلب هذا طلع عجمان بيوت موقع أسا مو بس هاي المشكلة الثانية نعم أنه خلاص من راح تطلع مثل كابتن على تطل خمسمائة ويطلع زين وتطل نادي الاستثمار عندك مليارين عندك لاعبين يطلبون تقريبا بالمليار ونص زين مو تم تزديدهم ذولا من الوزارة السابقة للشباب ومتلت القضية لو بعدك ويكون مشاكل أخرى لا لا مو كلهم مو كلهم مو كل اللاعبين زين هسا رجع لي على سؤال يشوف وانا سألتك ورحت رحت ومجيت الآن هل فعلا هناك انقلابا أبيض على علاء من خلال الآن هاي الأمور اللي اللي لوحت بها وزارة التعليم رؤيتك وانت قريبا من المشهد كابتن سامر هو مو انقلاب سامر محمد وزارة التعليم بعد الأحداث اللي صارت والمظاهرات اللي خرج بها جمهورة طلبة صار ضغط عليهم لازم يصير تغير يعني ابسط مثال عندك دارة نفط الجنوب نعم بعد الضغط اللي صارت غيرت انت نادي تابع المؤسسة هست مو اللي تدعمك هو وزارة التعليم لازم انت تخضع على كل قرارات وزارة التعليم صحيح كهيئة إدارية نعم هست كرئيس نادي كابتن علىك أظم ان يخضع الى وزير التعليم لانه تلقع تستلم من عنده اذا شيء ليدك من عندك ما راح عندك اي دخل ثاني يدخل النادي شل اللي تقدر تتصرفه نعم فما قدت يعني يا كابتن علاء يعني لو تفلش النادي لو انا ابقي الف مرة قلنا له انه انه نقدر نسهل لك الامور يعني مثل تدخل شخصية رياضية او شخصية عامة تقدر تساعدك مو الا انت تكون رئيس نادي ويكون ابو سجاد نائب رئيس نادي والمشاكل مع الجمهور وعدك مشاكل مع اللاعبين هاي ما راح نصل الى حل احنا جاي يريد نساعد ما جاي نحنا ندور مناصب السلام محمد والكل يعرف انا اجيب هاي الشخصية ما راح اسلم اي شيء بنادط طلبه ثق بالله نعم طيب الان الان وفق القوانين الجديدة اللي اقرتها وزارة الشباب وقانون اللجنة الاولمبية اللي لوح انه لا يحق لصاحب الدورتين ان يرشح هذا الموضوع تعتقد الان سيطبق على علاء كاظم انه لا يحق ان يرشح لانه على اعتقد اذا صارت انتخابات يمكن هاي الولاية الرابعة على ما اظل لانه من الالفين وستة حضرتك وحنا الان بالالفين وعشر صالة 14 سنة هو ومحمد الهاشمي فبالتالي الان يعني ما اعرف انا يعني ما اقدر اتمنى قضية لكن يعني لماذا لا تتجدد الدماء الشاب ولماذا لا تعطى فرصة مع انه تسوية المبالغ ان كان للكابتن على مبالغ مثل ما تفضلت حضرتك ونادي الطلب الان يشهد يعني عصر جديد لا سيما ان وزارة التعليم اكدت انه تريد تتعيد حتى الالعاب الاخرى لانه الالعاب الاخرى في عهد هاي الادارة اختفت هذا الطلب اللي كان عنده رياضة نسوية وعنده يد وطائرة وسلة وملاكمة وكل شيء الان اختفى وماكو غير بس فريق القدم الاول واكو فريق الشباب في بعض البطولات فيارة تسمع رأيك بهذا الموضوع كابتن استاذ محمد انا قلت لك اليزارة مخصصة مثل مبلغ مالي مثل تقول اثنين مليار بالسنة نعم اثنين مليار ما يقدر يوفر لك يد وسلة وطائرة وقدم وسباحة وفريق نسوي نعم احنا مو كل شيء نذبه برأس الادارة لا واحده ما يحشي الحق اتهاء الاثنين مليار يا دوب راح يسد لك فريق القدم وقاعد يسد لكيان ويبقى عليك ديون موان اشتغلت وياه موان عرفت الطريقة والآلية مزيد هم معتمدين كإدارة نادي الطلبة معتمدين اعتماد كل على وزارة التعليم نعم يعني اذا ما تطيهم وزارة التعليم دينار النادي الطلبة كل شي ما راح يساون نعم وهذا اكبر غلط واكثر من مرة يتكلمنا وياه كابتن على انه لازم تشوف لك مورد ثاني الى النادي او دخل ثاني تتخلك من النادي بس العفو كابتن سامر يعني احنا سوينا انا بكتها اذا تسمح لي سامر حمد بس اكمل لك ترى لبس شعارات سبونسر هواية بوكت عبد الرزاق العيسي نعم توضل من هو لبس مال تمر نادي طلبين بس مال تمر لبسوا هواية ما اعرف يعني ما اعرف يعني هاي الصفقات اللي صارت بعدين اكو انكم مال الجمهور اي يعني همين توزع المفروض يعني اكو هواية سامر حمد نعم سوان استقطاع سوان استقطاع بوكت عبد الرزاق العيسي نعم سوان استقطاع كل كل اساتذة كل استطاع بالجامعة لازم يطي خمسة الالاف دينار اتوقع زيان وبوكتها ايضا يعني صار عده مورة ثاني بس فترة انقطعت انا جبت بوكتها جبت فوكس نعم وقع عقد وي كابتن علاء بثلاثين الف دولار ومعسكر بربيل هاي ايضا بوكتها هم جبتها نعم انت المشكلة الشغلات اللي قاعد تجي بسيطة يعني مو مثل يعني تيق باسم نادر الطلبة متكفي يعني نادر الطلبة اراد لصرف وكل هاي الامور وكل هاي الامور انه نادر الطلبة ما يمتلك ملعب يدرربي يا كابتن يعني الادارة مدهرة تستوي الملعب كابتن يعني هسا خلي يعني هسا نفس بس ارجي لك بس اجيك من الاخر كابتن يعني شوف ملعب الكرخ وباوع النظافة وشوف المرافق الحيوية وشوف وشوف وبالمناسبة ترى نادي الكرخ مده يتقاضى مبالغ من وزارة التربية صار يمكن اربع سنين ونادي طلبة تقاضى مبالغ كثيرة وشوف الكرخ عنده بشم فريق وينافس وسوه شباب انا اعتقد يا كابتن سامر يعني خلي نكون منطقيين ترى الادارة تلعب دور اما الادارة بهذه الطريقة يعني الناس حتى الكل منطقيين شيل علاء كاظم النجم الدولي ترى الباقين ما عندهم اي عقلية ادارية ناس مشجعين كانوا ما اعترامي ترى الادارة فن الادارة ثقافة الادارة يعني بريستيج وين هي يا اخويا شوف هذا حال الطلبة نعم اي حتي يا سامر ترى انت مفاجئين اليوم والله اليوم اليوم انت دبلوماسي ما ادريش بيك اليوم لا 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 استعم محمد باني تفهم لا خاف ولا احب نسوي مشكلة الوضوع خوف ابدا ما اكو مشاكل ناد الطلبة ناد الطلبة ادارة الطلبة نعم ادارة الطلبة هي كلها عبارة عن علاء كاظم زين وهذا صح اي كل يعرفه اي كل يعرفه انه يجي كابتن علاء هو الي يتحكم كل شي هو الي يوقع اللاعبينه كل شي ما حال ما يقدر يسوي وما حال ما يقدر يخطي خطوة اذا مو كابتن علاء وهذا اكبر غلط لانه الثقل والتعاب ولا كل يذبي على كاظم صحيح هو اي مشكلة الصيد توقع برأس على كاظم صحيح فأنت ليش ما يا كابتن علاء تجيب لك ناس يساعدوك تجيب لك شخصيات مو الا رياضية يا اخي شخصيات تصرف عن نادي شنو المشكلة اذا اتنحى عن منصبي اخلي واحد يجيب منصبي يخدم النادي ويفيد النادي طيب يعني احنا ضربنا مثل بنادي الديوانية هو سأل لحد الان رئيس نادي الديوانية اذا يطلع صارف لا بصارف لخمسمائة الف الآن كابتن سامر رؤيتك لمستقبل نادي الطلبة في ظل هذه التداعيات شنو رؤيتك اللي رح يصير الصراحة استاذ محمد اذا ما يتدخل كابتن عدنان درجال معالي وزير الشباب الرياضة ووزارة التعليم ما رح يصير اي تغيير لانه اكثر من فترة واكثر من مرة احنا قعدنا وحجينا بهذه الامور لكن توصل دائما الى بكان مقطوع فكابتن على لازم هاي الفترة والمسافر ان شاء الله الايام يجي بقى لابوقت رح نقعد وياه لازم نجد حل النادي الطلبة شنو الحل اللي برأيك كابتن الحلول اللي تحسها الان ناجحة وتخدم النادي وترجع الى سابق تتغير لدارة تتغير لدارة زين السلام محمد لازم تتغير لدارة زين ولا هي العامة تتوسع زين هذا واحد من الشروط لازم تتوسع الهيئة العامة وتغير لدارة حتى يصير يصير عدة جمهور وعد الناس الرياضيين تابعين لدارة طلبة حرية الاختيار نعم أنا ما جاي بهيئة عامة كلها واحد يعرف الثاني بالتليفون ترشحون فلان خلاص وفلان يصير رئيس نادي هاي مو رياضة وهاي مو كرة قدم ولا هذا شغل الهيئة العامة الانسان المي يشتغل او كرئيس نادي او اي عضو بالهيئة دارية ما يشتغل يعوف مكانه يجي غيره يقدر يخدم زين باختصار كابتن سامر يونس محمود كان قابق قوسينا وادنى ان يقود هو الادارة واستبشرنا خير وقلنا يا الله شنو اللي صارو انت قريب جدا من هذا الموضوع باختصار شنو اللي صارو خلي يونس ينسحب وما لعلاقة بكل شي بعد سامر محمود هو مو نسحب يونس اللي صار هو على المبلغ والجمهور الرياضة ما يعرف بيها راح تشيكيها اتفاقنا احنا ويا كابتن علاء انه يستلم يستلم خمسمية يستلم خمسمية واني سافرت العمان عساس منها كنسحب فلوس بحساب يونس نسلم خمسمية نخلي هاي الخمسمية على الطرف ثالث لحد ما تصير الانتخابات ويفوز يونس يفوز يونس برأسة النادي يستلم خمسمية طيب شنو اللي صار بعدها صار اختلاف صارت سبعمية نزلت صعدت المهم صارت شوية بيها لوفات فانسحب يونس لانه اكثر من مرة واكثر من اكثر من شار احنا نركض على هذا الموضوع فباوع يعني سلام محمد احنا لنلف والدور ونرجع عن نفس النقطة نعم كابتن علاء اكثر من مرة طلع صرح قال الان اللي يطيني خمسمية انا اعوف لرئاسة النادي واطلع اسا يا اخي يا كابتن علاء يا حبيبي يا صديقي احنا جايبين شخصية محترمة بس ارضوا علي المبلغ الان ومقبل يطلع هاي المعلومات اللي عندي كابتن سامر ارضوا علي المبلغ وما قبل يطلع يعني معناتا اكو مقارب اخرى فشن ردك ليش ما اعرف فان اجا سئلك اذا الظاهر صارت يعني اذا الظاهر صار مو نادي صارت صار بمزايدات طيب وين رايح النادي الى الهاوية اكيد لان احنا كل سنة نقول راح يجي وزير التعليم ورح الوزارة راح تدعم النادي ورح يطلع لنا فلان شخص ورح يجي فلان واحد ونرجع نادى الطلبة للمركز الثامنة والعاشر والجمهور نصف ما يحضر وترجع نفس المئسات ونفس المظاهرات ونفس الهوسة نعم تتوقع الكابتن علاء الان يتنحى اذا صارت الضغوطات استمرت من وزارة التعليم من وجهة نظرك كابتن علاء كابتن علاء ما يتنحى بالضغوطات انا اعرف وعرف شنو وضعيته هو كابتن علاء انا اعرف انسان طيب يحب نادى الطلبة نعم اذا يريد يتنحى يتنحى بالاتفاق مع من مع وزارة التعليم مع وزارة التعليم مع اي شخص حتى مع وزارة الشباب قدر يتنحى عن طريق الكابتن عدنان درجال يسعدني ان اسمع كلمة من حضرتك الى جمهور نادي الطلبة اللي ينتظر هذا اللقاء وينتظر الفرج اكيد الجمهور محب اذا علاء واذا غيره يبقى بالنادي المهم اكو انجاز واكو عمل واكو شغل لان طموحنا ان يرجع نادي الطلبة الى سابق عهده ندغنى بانتصاراته وانجازاته فيسعدني ان اسمع كلمة منك في هذا اللقاء واليوم انا سعيد جدا بتواجد حضرتك معي في هذا البرنامج حبيبي السلام حمد انا اول شي اشكرك لما استضافتنا اليوم بها الفرصة الجميلة والكلمة اللي هي راح تكون جمهورة الطلبة الحبيب انا اعتذر منهم لانه قاعد يمرون في هكي ظروف وهكي امور اولاد النادي مثل ما يقول مبتعدين عن النادي فان شاء الله كابتن على راح يكون قد المسؤولية بالفترة القادمة ويقدر يجد حال او يجد شخصية تليق باسم ناد الطلبة وتنهض ناد الطلبة الى بر الأمان ان شاء الله كابتن سامر سعيد نجم منتخبنا الوطني ولاعب الطلب السابق شكرا جزيلا كنت معي ضيفا كريما من بغداد وعلى الهواء مباشرة اتمنى النجاح من كل قلبي الى نادي الطلب هذا النادي اللي اعشقه احب حال حال الاندية الاخرى وان ينهض من جديد واقول للادارة ما اعتزازنا بالأكاظ من وجه للتحية قدمت العليك بس الظروف ضدك فاتمنى يعني اتمنى حقيقة والخيار لحضرتك ان تنظر مجال لغيرك مع انه تاخذ كل حقوقك سادتي الاحبة وصلنا الى نهاية هذه الحلقة اللي اقامل ان نالت لضاكم اللي كانت مخصصة الجزه الثاني عن نادي الطلبة اكيد لقاءاتنا مستمرة باذن الله تعالى عبر الشرقية وبرنامج الشوط الثالث لكم احلى تحية من جميع زملائي اللي يرافقوني في هذه الحلقة ومني انا محديثكم محمد ابراهيم الناصر انتظروني في حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث الى اوم غد اقول لكم في مالا اشتركوا في القناة